أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار رباش الهيثمي وصول أكثر من نصف عدد الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة وأكد رباش في حديث للغاد المشرق أن أكثر من 14 ألف حاج يمني سيؤدون فريضة الحج لهذا العام وأن عملية تفويجهم تسير وفق ما هو مخطط له من قبل وزارة الأوقاف وعبر كافة المنافذ البرية والجوية التي يسافر منها الحجاج